ذكرت وكالة رويترس للأنباء أن الجيش الإسرائيلي قال اليوم أنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة للسماح بتضفق المزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حضرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة أضف جيش الاحتلال أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء يوميا حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤذي من مع بري كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال